أخبار البرد إيه؟ لا الحمد لله طبين عليك ربنا يستر يا رب مع الناس كلها بس المفروض طبعا الناس تاخد يعني كل إجراءاتها يعني زي ما بيقولوا نعمل اللي علينا صح والباقي على ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيستر يعني كل شيء مقدر ومقدر لكن في الأول لازم كلنا نأخذ بالأسباب يعني الكل لازم يلتزم تماما بكل الإجراءات والتعليمات اللي موجودة حكومية أو صحية أو طبية مصبوط يعني لا نستهين بالأمر لا نستهين بالأمر ولا نهول ولا نهون يعني ما نكبرش الموضوع قوي وما نصغروش قوي خلينا نتعامل بشكل ايه واقعي زي ما احنا شايفين دول العالم المختلفة يعني المتقدمة مرت بالتجربة صعبة جدا مصبوط وده يخلينا نهتم أكتر في كل سلوكياتنا وفي النهاية ربنا يسطر على الكل يعني بإذن الله طيب احنا دخلنا دولة يعتقد في الأسبوع الثاني ولا الثالث ممكن الثالث الثالث بيبقى موجود كامل يعني المرض موجود بيبتدي بقى يظهر أو يعني يتفشى في الأسبوع الثالث والرابع بالزبط ولذلك أنا مع كل الإجراءات اللي بتاخدها الدولة في مجال تقليل التجمعات بشكل كبير بس محتاجة وعي شعبي أكتر لا هي بس محتاجة وعي أصلها واضحة قوي يعني أنت هتخاف على إيه أكتر من صحتك يعني المفروض الناس يعني كمان طلب مهم قوي الناس اللي بتروح تشتري وتخزن منتجات غزائية مثلا سلعة هتعمل بيهم إيه لو لقدر الله يعني وبعدين خد كفايتك ويسيب للأخرين أنهم يستفيدوا من الأخرين هيجي لك هياخد منك اللي أنت بالضبط كده يعني لا ده أنت بالعاكس أنت المفروض أه ده المفروض إحنا نساعد الآخرين يعني لو في حاجة مش كلام مثالي على فكرة هو العقل بيقول كده العقل يقول كده والمنطق يقول كده والمنطق يقول كده أن أنت يعني أنت لو خدت كل اللبن اللي موجود في السوبر ماركت استفدت إيه استفدت إيه أنت عارف أصلا ممكن ده يقعد معك قد إيه أو أنت ممكن تقعد أصلا بالضبط وبعدين الحقيقة الحقيقة برضو الدولة من خلال بزارة التموين والتجارة الداخلية أعتقد أنها موضحة الصورة صحة وأن هناك مخزون إن شاء الله إن شاء الله يكفي لشهور وبالتالي المسألة أنت مش كل الأكل ده هتأكله النهاردة يعني خليه في مكانه واخبلك واخد احتياجاتك بس واخد احتياجاتك أنا بقول خبر مهم